بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله النهاردة هنكمل القرس بتاع Soil Stabilization وإحنا في Chapter 2 اللي هي Physical Properties of the Soil Part 6 هو استكمال لحدود أتر بيرج اللي هي أتر بيرج ليميت وإحنا كنا اتكلمنا في الأجزاء السابقة عن إيه هي الأتر بيرج ليميت وبعدين في الجزء السابق اتعرضنا إلى Liquid Limit وده كان أول حد أو حد السيولة وعرفنا إيه تعريفه وإزاي بنجيبه في المعمل بالتجربة بتاعته النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن تاني حد من حدود أتر بيرج الحد التاني اللي هو اسمه Plastic Limit أو حد اللدونا إيه تعريف حد اللدونا لو تفتكر إحنا لما خدنا Liquid Limit أو خدنا أتر بيرج Limits كلها قلنا إن التربة بتوجد في حالة من أربع حالات يقم في حالة سائلة يقم في حالة لدنة يقم في حالة شبه صلبة يقم في حالة صلبة وقلنا إن اللي بتفصل ما بين الحاجات دي كلها هي حدود أتر بيرج وقلنا إن الحد اللي بيفصل ما بين الحالة لدنة والحالة الشبه صلبة هي دي Plastic Mean Limit يبقى لو عايز أعرف Plastic Limit فبنقول إيه؟ هو Water Content يبقى هو Water Content ماله اللي بيفصل ما بين الحالة البلاستيك للسائل والحالة السيمي صولد للسائل ده التعريف بتاعه Physical طيب لو عايزين نعمله في المعمل أو نجيبه في المعمل بنجيبه إزاي؟ ببساطة خالص لو تذكر إحنا خدنا الطربة بتاعة Liquid Limit وجبناها إزاي؟ يعني جهزنا العينة إزاي؟ خدنا الطربة ودخلناها في الفرن لمدة 24 ساعة في درجة حرارة 110 درجة مئوية وطلعناها ومررناها من منخل رقم 40 وطلع لنا شوية تراب وعملنا منه Liquid Limit بقى لنا شوية تراب تاني من نفس التربة هناخده ونحط عليه شوية مية ونبتدي نعمل كورة بالشكل ده نعمل مش كورة واحدة نعمل عدة كور من التراب والمية اللي عليها بعدين هجيب ده لوح إزاز ودي الكورة بتاعتي أحط الكور بتاعتي على اللوح الإزاز وابتدي أفرد الايه كل كورة دي أفردها ازاي؟ باستخدام طبعا سابعي ابتدي ايه؟ أتكى على الكور ديت واللي فيها رايح جاي رايح جاي لحد ما يجيلي الحبل اللي قدامي دوت طيب وبعدين لاحظ ان انا بيبقى معايا أضيب قطره 3 ميلي انا تعريف البلاستيك ليمت معملي هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن الووتر كونتنت اللي ممكن أعمل منه حبل من السويل قطره 3 ميلي دون ان يتشقق او يحصل له شرينج فبنعمل ايه؟ بنبتدي نعمل الحبل بتاعنا والله جابت 3 ميلي ماشي ابتدي نقص القطر شوية لو نقص وما حصلش شروخ لا يبقى كده التربة دي محتاجة شوية تراب تاني طب افرد انا جيت عند 4 ميلي وابتدى يشقق اقول له لا يبقى دي محتاجة مية تاني اهم حاجة ان هو يوصل لـ 3 ميلي دون ان يتشقق وبعديها على طول يبدأ في الايه؟ في التشقق يبقى انا في الحالة دي وصلت الايه؟ للبلاستيك ليمت يعني المية اللي موجودة في العينات دي هي دي البلاستيك ليمت طب اجيب البلاستيك ليمت ازاي؟ طب ما هو ووتر كونتنت؟ ووتر كونتنت اجيبه ازاي؟ وبساطة خالص هتجيب ايه؟ العلبة الفاضية W1 وبعدين العلبة احط فيها التربة او الحبل اللي قدامي دوه W2 وبعدين احطها في الفورن تطلع لي W-min 3 اطرح ده من ده يديني W total واطرح ده من ده يديني مين WS لو طرحت W total نقص WS هيديني W-min Water يبقى لو عايز اجيب الـ Water Content يبقى عبارة عن W Water على W-min S بس طبعا انا مش هجيب ايه؟ عينة واحدة ده انت لازم تعمل ايه؟ مرة واثنين وثلاثة وتاخد المتوسط بتاعهم يبقى هو ده Plastic Limit بتاع السويل كده يبقى احنا خلصنا الحد الثاني من حدود اتر بيرل شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة